إلى مصر حيث قتل ثلاثة من رجال الشرطة في تفجير انتحاري وسط العاصمة القاهرة وقال مصدر الأمني في بيان إن الانفجار وقع عندما قامت قوة أملية بمطاردة إرهابي والإمساك به ما أدى إلى انفجار العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مضيفا أنه أسفر عن مقتله إضافة إلى ثلاثة من الشرطة وإصابة ضابطين وثلاثة مدنيين أحدهم تايلندي موسيقى